الزمالك النهاردة عايز اقول لكم ان النهاردة فجيت بتليفونات احمد فتحي بيعمل في نادي الزمالك ايه من بعض جماهير نادي الزمالك وبعض جماهير نادي الاهلي على تليفوني الشخصي فطبعا انا يعني منطقيا مش يعني وبعقلانيا كده يعني كلام مش حقيقي اكيد يعني لان طبعا في 3 يام في مباراة مهمة واحمد فتحي احد اهم العيب النادي الاهلي ايه لا يجيبه نادي الزمالك دلوقتي يعني فاتضح ان احمد فتحي جاي من الباب الوراني اللي هو شارع جامعة دول العربية الرئيسي في باب وراني كده من عند المحلات فراح عند معرض عربيات شهير لعربيات صغانطوطة كده شوية راح بيجرب عربيتين وعايز يشتري عربية جديدة وده الباب الخلفي اللي بيخش منه رئيس نادي الزمالك وبيخش منه بعض اعضاء مجلس الادارة وبعض اعضاء نادي الزمالك فبالتالي يشافوه فابتدت الاشعاع تطلع ابتدوا يكتبوا على الفيسبوك ده احمد فتحي في الزمالك ده احمد فتحي راح يمضيه هو دي المفاجأة المصري المرتضى مصور عاملها وكلام من هذا القبيل طبعا الكلام ده غير حقيقي بالمرة الراجل كان مدخلش جوه نادي الزمالك جاي من الباب الوراني وجاي بيجرب عربية عشان عايز يشتري عربية وابتدت الاشعاعات تكتر وقاعدة عندنا الاشعاعات 10 على 10 في مصر الاشعاع بتطلع وبتنتشر فجأة وكل الناس بتصدق وبيقترعوا تماما بالحكاية والرواية يعني يا راجل ده يعني حتى لو لو عايز يعمل كده مش هيجي نادي الزمالك قبل المباراة بتلت ايام يعني كلام مش منطقي وعموم ربنا يباريك له في العربية الجديدة نروح لحكم مباراة اشتركوا في القناة